موسيقى مرتبط بالمواكبة مجموعة الفلاحين على المستوى التمويل البنكي. هذا البرنامج الآن تقريبا انتهى اليوم في ظل هذا الموسم الفلاحي عود لي فيه صعوبات كثيرة جدا الحكومة قامت مجموعة من الإجراءات إجراءات اللي قامت بها الحكومة كلها تنصب على الإنتاج. لكن هناك إجراءات واحدة أخرى للحكومة تشتغل عليها واللي ستجيبها في القريب العاجل. غير السقي الآن البرنامج اللي اشترف عليه صاحب الجلالة يوم الثلاثة الماضي راه فيه جزء مهم اللي يرتبط بالسقي. غاديبقى فقط جزء الثاني اللي مرتبط بالماشية وبتوفير الأعلى في لغيرها من الإمكانيات الأخرى. هذه سوف يتم يعني لفيها شيء جديد سوف يتم التواصل بشأنها جزء أيضا منها كيبقى هو الجزء المرتبط بتدبير عملية عيد الأضحى اللي احتهي الحكومة متعبئة متجندة تقريبا الحد الآن تم يعني ترقيم واحد ثلاثة فاصيلة خمسة مليون رأس والعملية كتمشي في هذه الأسبوع القليلة المقبلة باش نشاء الله نكملها قبل ما تبدأ العملية ديال التزود وديال الاقتناء الأضحي كينا إجراءات وحدة أخرى عبر فتح الأسواق عبر تشجيع ديال الإستيراد هذه كلها إجراءات كتقوم بها الحكومة والهدف طبعا هو أنه العملية ديال العيد الأضحى تمر في ظروف جيدة لكن الشق اللي تكلمتي عليه الآن الاشتغال ديال الحكومة بشكل قوي هو الاشتغال على كيف يمكن أن نتحكم بشكل قوي في تخفيض كلفة الإنتاج لأنه يجب أن نعترف بأن كلفة الإنتاج اليوم عند الفلاح عرفات واحدة الإرتفاع شنه الإجراءات؟ الإجراءات هي ذاك الإلغاء وذاك الإجراءات الضريبية كلها اللي زالت ديال اليوم ما تم توقعه على مستوى المعريض الدولي لمكناس ذاك العقود كلها الهدف كلها كلها سلسلة فلاحية كيف نعطيها الإمكانيات ديال الإنتاج بشكلين أكتر ونتحكموه في الكلفة؟ على مستوى القاطع يجب أن نعيد تشكيل القاطع الوطني اللي أعرف أحد الضرر كبير في مجموعة من المحطة أخرها المحطة ديال الكوفيد لأن في الكوفيد الاستهلاك على مستوى مجموعة من الأسواق وعلى مستوى كده نخافض فبالتالي الناس نقصت واحد شوية من حجم الاستثمارات اللي كانت عندها في المجال ديال خاصة الأبقار الحالوبي لغيرها من المكونات الأخرى ديال الإنتاج الحيواني بصفة عامة فاليوم تعطي هذه الإمكانيات الفلاحة المغربية باش تشكل عود القاطع الوطني من جديد تعطي إمكانيات باش نتحكموه في الإنتاج لأنه الآن ستنطلق العملية ديال الزرع ديال المجموعة من الخضروات اللي ستوجد إن شاء الله في أواخر الصيف وفي بداية الخريف لذلك هذا هو على شكينها التعبئة الكبيرة على مستوى الحكومة باش إن شاء الله يكون الإنتاج وفير برغم من هات الصعوبات اللي كنا نعترف بأنها صعوبات يعني معقدة لكن الحكومة تواكب الفلاحين سلسلة سلسلة كيف ما قلت باش نتحكموه في هذا الإنتاج يكون إن شاء الله الإنتاج ما ما يكلفش الفلاحين أكتر لكي لا ينعكس سلبا على القدرة الشرائية المواطنين شكرا لكم